قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة أبوظبي واجب العزاء والمواساة في وفاة فخامة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية وكان في استقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آلنهيان في مقر السفارة سعادة رضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة